استعراض مباريات اليوم النهاردة بالتأكيد في مباريات سواء في كاس فيفا للعرب أو حتى لقاءات في الدوري الإنجليزي لكن هبدأ بكاس فيفا للعرب في هذه اللحظات انطلقت مباراة تونس ومصر في مرحلة الدور نصف النهائي وعاقم المباراة مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة المباراة السنية بين قطر والجزائر الفائز من كل مباراة سيواجه الفريق الآخر يوم السبت القادم والخاسر من لقاء تونس ومصر مع لقاء قطر والجزائر يلعب على مركز الثالث والرابع يوم السبت القادم أيضا طيب قبل ما اروح للدورة الإنجليزي المباراة انطلقت زيان وقال لكم منذ لحظات قليلة لقاء تونس ومصر وقدام بتأكيد تشكيل المنتخبين يمكن منتخب مصر بدأ المباراة بمحمد الشناوي بعد ما تأكد جاهزيته للمباراة في حراسة المرمى خط الدفاع أكرم توفيق ظهير أيمن أحمد حجازي ومحمود الوينش اتنين مساكين أحمد فتوح ظهير أيصر اتنين في وسط الارتكاز عمر السلية وحمدي فتحي أمامهم أحمد سيد دازيزو محمد مجدي أفشا وحسين فصل ومروان حمدي إذن في تمينان على حالة حمدي فتح والشناوي وقال لسكرش بدأ بيه بالنهاردة هذه المباراة وأيضا عودة بعد غياب لأحمد حجازي طيب تشكيل المنتخب تونس هو أيضا بيشهد بعض التغييرات خاصة بعد انضمام منتصر الطالبي أول أمس لأول مران وأول مباراة ليه مع المنتخب التونسي في حراسة المرمى معز حسن الدفاع بيتكون من بلال العيفة منتصر الطالبي ياسين مرياح محمد بن حميدة خط الوسط محمد راجر غيلان الشعلاني وفرجاني ساسي في الهجوم حنبعل المشبري سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني طبعا في إبو دلاء في قيمة تونس فارو بن مصطفى حمزة المستوسي محمد علي بن رمضان وأبرزهم كمان وجود علي معلول اللي هنشوف النهاردة هل جاهز ويشارك ولا متواجد على دكة البدلاء لاستكمال القيمة ليس إلا طيب نروح بقى لمباريات الدور الإنجليزي والنهاردة فيه أربع مباريات فيه تلات لقاءات في توقيت واحد الساعة تسعة ونص بريتور يستضيف ويلفر هامبتون وبيرل يستضيف واتفورد كريستال بلس يستضيف ساوس هامبتون وفي الختام الساعة العشرية من مساء اليوم أرسنال يستضيف ويستهام يونيتد مشاهدة ممتعة بالتأكيد لكل السادة المشاهدين وبالطبع بنتمنى توفيله منتخبنا في لقاء مصر وتونس